يعني معرفين الحياة اليومي والضغوطات والطاقات السلبية اللي ممكن تكون عنا ما في أحلام إنه نيجي على نادي الرماية الملكي وانتخطخ وانفش قلبنا وانطلع كل هالطاقة السلبية بطريقة إيجابية شو براهيم؟ أكيد هبة رح نكون معكم بعض التقرير من نادي الرماية الملكي نعرف أكثر عن هذه الرياضة وأيضا رح نزور أكثر من ميدان نجرب فيه انطق زي ما حكيتي هبة وإحنا بنسبع دائما عن هذه الرياضة رياضة الرماية ولكن اليوم نجربها ومتحمسين جدا متحمس للخرطوش أكثر ولا للمسدس؟ ننجرب هاي وهاي ونشوف وفي تحدي نشوف شو بس أنا حاسي حتحب المسدس أكثر يلا منشوف خليكم معنا نحن موجودين الآن داخل أحد مرافق نادي الرماية الملكي ومعنا مدير نادي الرماية الملكي العميل المتقاعد حمزة الدهمشة بنصبح عليك أكيد وأهلا وسهلا يسعد صباحك يسعد صباحك صباح الخير أخي إبراهيم صباح الخير أختي هبة وإذا بتسمحوا لي أرحب فيك وأجمل ترحيل أنتم وطاقم عمل برنامج يوم جديد والتلفزيون الأردني في ميادين نادي الرماية الملكي وطبعا التلفزيون الأردني داعم لرياضة الرماية بشكل خاص والرياضة الأردنية بشكل عام بشكركم كمان مرة على دعمكم لنادي الرماية الملكي مساعدة كيروب يعني إحنا كتير مبسوطين أننا موجودين هون صراحة وحاب حمزة بيك تعرفنا أكتر على النادي نعم ستة بداية إننا الشرف إحنا نادي الرماية الملكي يقع في الجزء الشرقي من عاصمتنا الحبيب عمان في منطقة جويدة يقع على مساحة 340 دونوم زي ما أنتم شايفين هي عبارة عن غابة وأحراج طبعا نادي الرماية الملكي يحتوي على عدة ميادين مختصة بالرماية منها ميادين الخرطوش ميادين الخرطوش عنا ثلاث ميادين عنا ميدان تراب وهي لعبة أولمبية عنا ميدان سكيت برضو لعبة أولمبية وعنا ميدان سبورتينج هاي اللعبة ليست أولمبية لكن بصير عليها بطولات عالمية هي لهواة الصيد بيجو بمارس هاي الهواية أثناء الفترات اللي غير مسموح الصيد فيها عنا ميادين الهوائي عنا ميدان مصدس وبندقية هوائي رجال وسيدات وعنا بالإضافة للميدان الرصاص ميدان مصدس 9 مليمتر وميدان مصدس براكتكل 50 متر يعني أنا وهيبا اليوم حابين نجرب ونتحدى هيك كل الميادين الميادين وإحنا معك خلال هذا التقرير وحابين هيك تطلعنا أكثر على الميادين الموجودة ونروح نطبق على أرض الواقع نشوف كيف العملية بالتم أكيد بدنا هيك نلف جولة داخل النادي لنتعرف عليه أكثر وأكثر نحن موجودين الآن في ميدان مصدس 25 متر طبعا أنا 14 حضيرة للرماية المسافة بتبدأ من 3 متر إلى 25 متر حسب مقدرة الرامي زي ما أنتم لاحظين المنطقة معزولة بالزجاج ضد الرصاص بين الرما وبين منطقة الانتظار هنا ويمكن لاحظتم كذلك الأمر أن الرماية في واحد من المدربين ومشرفين الميدان يكون خلق كل رامي لتحقيق احتياط الأمان أهم شيء أننا هنا في النادي هو عامل السلامة العامة واحتياط الأمان طبعا أحكي لي كيف إقبال الصوايا على رياضة الرماية والله ستي دائما المميزين عندنا والمتفوقين في موضوع الرماية الصوايا الله خلاص أي شهادة شهادة عنا لاعبة منتخب هوائي رح نشوفه في ميدان الهوائي أسمى ربيع بتشارك في بطولة المسدس ثلاث سنوات متتالية بتجيب بطل مملكة في رماية المسدس لاعبين المنتخب الهوائي كلهم صبايا الآن والشباب بصراحة ما قدروا حصلوا أرقام ما قدروا يجاروا الصبايا ركزي أبراهيم أنا عالي مركز ومسمع والخرطوش اللي حققوا عندنا أرقام تأهيمية 2 شب وصبية لاعبة أيضا المنتخب وأيضا مدربة ومسؤولة ميدان معنا منال الفارس نصبح عليك منال كيف حالك شو بنا نحكي اليوم اليوم إحنا مننشرح عن آلية التسديد والرماية أنا هلأ عم بتأكد إن المسدس فارغ قبل الاستعمال طرعا هذا الشيء لازم كل ما نمسك المسدس لازم نتأكد من هذا الشيء كنا محظوظين كتير أثناء تواجدنا بنادي الرماية الملكي بتواجد لاعب المنتخب الأردني لاعب نادي الرماية أحمد التربيشي اللي راح نستغل وجوده ونسأله عن إجراءات السلامة صباح الخير أحمد صباح النور كيف حالك؟ أهلا تمام أهلا وسهلا فيكم مرحبا أحمد ونحن نسحيدين جدا بوجودك معنا اليوم وحبين نعرف أكثر عن إجراءات السلامة زي ما حكينا باستخدام سلاح الخرطش بكل نوع السلاح أهم شيء عندما بدأك ترمي سواء كانت رياضة أو مكان لازم أنت تتبع إجراءات السلامة لأنه أنت عرف السلاح شيء خطر بموت يعني لازم تمشي معه صح حتى تكمل رياضك بدون مشاكل أول شيء عندنا الإسلاح وهذا أهم شيء بشغلات السافتي تكون البرودة مفتوحة طول ما أنت خارج الميدان لا ترمي لازم برودتك تكون مفتوحة ومحطوطة على وضعية السافتي حتى لو تسكرت هيك ما بتطخ لأنه بتفصل الزنب أنا شفتك حاطتها على كتفك أحمد هذا الوضع صحيح أن تكون هذا أسهل للحمل صراحة للكتف لا يوجد له سبب بس أهم شيء تكون مفتوحة مفتوحة ومحطوط السافتي باقي الشغلات اللي هي الشخصية زي عندك السماعات مشان ما تؤذي القدان عندك النظارات لسببين سافتي ومبدأ كمان للرؤية أوضح للرؤية أوضح للهدف بالظبط وطول ما أنت برضو خارج الميدان زي ما حكينا مفتوحة وبنفس الوقت تتحاول دائما بلد البرودة لهناك حتى لما توصل الميدان وتسكرها لازم تجاه سلاحك يكون للهوائي محل ما أنت عم ترمي ما بصير تلفه سواء كان مفتوح أو مسكر مجرد مرسلت أنت هناك نعم طيب وعندنا كمان حكينا عن نظارات والسماعات تحمي الدنيا طبعا لأننا تعرف الصوت كيفية طيب حكينا كمان عن تجربتك يعني أنت كونك لاعب في منتخب الرماية الأردني ومتى بلشت والله إحنا شوي توقفت عنا الرياضة بالأردن رياضة الرماية لمدة تقريبا 21 سنة ما كان في منتخب ورجعت شكل المنتخب تقريبا بشهر 3 2018 فإحنا هذي كانت فدائتنا شهر 3 2018 أفك شوي متأخر بس يعني إن شاء الله في عنا مواهب وعنا ناس إن شاء الله رح تعمل إشيء شوي أكيد أكيد إحنا حابين نجرب نتخطخ معك أحمد بدنا نروح على الميدان داخل السماعات الأول أكيد حنأخذ السماعات ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة